إلى خبر آخر. بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون السلطة القضائية أول مبارح بالليل. قرر المجلس الخاص وهو أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة. عقد جمعية عمومية يوم 13 مايو لترشيح أقدم ثلاث نواب لرئيس المجلس لتولي رئاسة المجلس. خلفا للمستشار محمد مسعود. هذا التطور وفقا للتعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية بدلا من قاعدة الأقدمية التي كانت معمول بها في الماضي. في نفس الوقت رشحت هيئة النيابة الإدارية ثلاثة من نواب رئيسها لتعيين أحدهم رئيسا للهيئة من أول يوليو المقبل. نفس الأمر فعلته هيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء من المنتظر أن يرسل ترشيحاته غدا. إذن هذا التطور اللي حصل زي ما قلنا لحضراتكم بعد ما صدق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون السلطة القضائية يوم الخميس الماضي. هنشوف الأسماء التي ستتقدم بها كل هيئة من الهيئات اللي احنا سميناها الآن. زي ما قلنا لحضراتكم النيابة الإدارية والمجلس الأعلى للقضاء بكرة من المفترض أن يرسل ترشيحاته. ترجمة نانسي قنقر